بعد نقاش طويل في البرلمان الحكومة الأسترالية تتبنى قانونا مصدقا عليه في الهيئة التشريعية مثيرا للجدل يشدد الخناق على المهاجرين غير الشرعيين الذين تصلوا نسبة كبيرة منهم الأرض الأسترالية بحرا عبر قوارب الموت القانون يقضي بمنح اللاجئين من بين هؤلاء المهاجرين السريين تأشيرت مؤقتة تتراوح مدتها بين ثلاثة إلى خمسة عوام من أجل كبح الهجرة غير الشرعية إلى أستراليا سارا هانسون ممثلة الخضر في مجلس الشيوخ استنكرت بشدة هذا القانون قائلة إنها مصدومة مثل ما يشعر الكثير من سكان هذا البلد بصدمة بسبب هذا القرى ولا يعقل أن نحول أطفال إلى رهائن إنه تصرف غير اجتماعي على حد قولها وزير شؤون الهجرة سكوت موريسون برر هذا النص التشريع قائلا إن تمرير هذا القانون لا يعد إشارة قوية من الحكومة فقط لشبكات التهريب بشأن تصميم على مكافحة تجارتها إلى الأبد بل هو إشارة قوية أيضا عن تصميم البرلمان على مكافحتهم وهو ما سيعزز مناعة حدودنا الأطفال هم الضحايا الأكبر للقانون الجديد بحيث سيحرمون من الحق في حياة المستقرة بسبب إمكانية الترحيل والعودة إلى العيش في ظروف مضطربة في بلدان أوليائهم بعد انتهاء صلاحية التأشيرة موسيقى